موسيقى بمعدل قدية بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل كتير جد موسيقى 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 لا انا طبيب في الاساس طبيب مهمته يعالي موسيقى لماذا كمان تصقافيتك لاتة الاسنان لا احنا قدام لا اسنين موسيقى اي وصف بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصرها تدمير الاسنان موسيقى موسيقى الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك من الصعب جدا على أي إنسان ينتخذ قرار الزهاب إلى طبيب أسنان بس المحرك الأساسي لخلي أي حد يروح في أي وقت لدكتور سنان في غصب بين عينه أو كما يقولون يعني مضطر أخاك لبطل هو الألم الألم هو الحافز الأول والمحرك الأول الذي يحرك أي كسول أو متواني أو متجاهل لمشاكل أسنان وربما أيضا يكون الألم هو الباب الذي يطل من خلاله كل مشاكل الأسنان برؤوسها القبيحة حوار أعتقد أنه سيكون متيب للغاية مع ضيفي العزيز الأسس دكتور نوردين مصطفى أهلا بيه أهلا بيكي دكتور نوردين مستعد لهذا الحوار المتيب؟ إن شاء الله عنوانه الألم؟ لا ألم إن شاء الله لا ألم إذن نبدأ مع بعض بأولى فقراتنا السؤال الأول سؤال أعتقد أنه غريب نسبيني السؤال فيه غرابة شوي هل هناك مريض الآن يذهب أو يبحث عن الأجهزة أكثر من بحثه عن مهارة الطبيب؟ هل ده مريض موجود؟ وإذا كان المريض ده موجود وبيذهب إلى الأجهزة والتكنولوجيا هل شيء محمود أم غير محمود؟ ناسي وقال كده مع مركب وفي النهاية هل بحثه عن تكنولوجيا أكثر من بحثه عن طبيب؟ هل ده طريق أبيض أم أسود أم رمضي؟ لا البحث عن طريق الأجهزة فقط دون الطبيب طبعا أسود أسود طبعا حتى مش رمضي؟ لا أقول حكا على حكا لوقتي مثلا احنا هنتكلم على سي علاج العصب تمام؟ علاج العصب بيتعمل بقاله سنين مع الناس الشطرة فيه قوي بيتعمل بنسب نجاح علي قوي تمام؟ الأجهزة زي ما اتفقنا بتعمل لي أول حاجة وقت أقل، فتعب أقل، أكريسي أكثر، نتائج نتائج أعلى بنرفع نسب النجاح من تسعين لخمسة وتسعين لتسعة وتسعين، يعني بنرفع نسب النجاح بتاعتنا، لكن في الأساس، في الأساس، حك كدكتور لو متعرفش تستخدمي الأجهزة، يبقى الأجهزة لا معنى لها، يبقى الأساس عندي ايه؟ الطبيب، طبيب رقم واحد، واتنين، واتنين، واتلاتة، واربعة، وخمسة، الجهاز هو امتداد للطبيب، الجهاز نفسه اللي فكر فيه الطبيب لأنه محتاجه، ففي الآخر الطبيب لو مش بيعرف اشتغل على الجهاز ده كويس، أو متمرنش عليه كويس، خلاص، أو مش دارس القسم أو التخصص اللي بشتغل بيه الجهاز أصلا، مش هستفيد بيه في حاجة، وهو موجود، موجود حالات كتير جدا، فعلا بتدور على الجهاز، تجري تقولك، بس المركز ده في أجهزة كتير، ايه ماشي، الأجهزة طبعا الحمد لله، احنا أول ناس جيبنا كل الأجهزة، بس قبل ما تجيب الجهاز نمي الطبيب، عندك اللي هيشتغل على الجهاز هو الأهم، جهاز زي السيرك من غير دكتور محترف بيشتغل عليه، ما يسويش البلاستيك اللي فيه، لأنه ما بيعملش حاجة، الجهاز في الآخر لازم بيصور بطريقة معينة، وبتعمل عليه ديزاين بطريقة معينة، لازم تكون دارس، لو ما بتعرفش تستخدمه مش أي لازمة، كل الجهاز اللي كن بيه من جهاز عظيم جدا، لو ما بتعرفش تقرأ للثري دي، مش تفهم حاجة، والثري دي ده مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة انت همسك، تطلع منه كل المشاكل، لأ الطبيب هو اللي بيطلع الحاجات، والطبيب هو اللي بيشتغل بالجهاز، هو اللي بيطلعه في ايده، لكن الجهاز مش هو الأساس، يعني يبقى سؤالي برضو هل في نوعية دي من المرضي؟ موجود طبعا ما أنا بقولك ده موجود، ده جيل قديم ولا جيل حديث، يعني ده شباب ولا بحث؟ لا ده جيل ده جيل أنا شايف أكتر منه الجيل القديم، القديم، هقولك ليه، لأن الجيل القديم عانى وتعب، أكتر ناس تعبت، في سنين حيات اللي فاتت دي، الناس اللي تعالجت في السبعينات والثمانينات اه الناس ديك لما كانش فيه تكنولوجي كتير وتعبه كتير ببقى يعني طواق ان هو يشوف اي حاجة تريحه فمن حقك من حقك طبعا وده موجود الجهاز موجود على فكرة انا عايزينك بس ايه وانت بتختار الجهاز اختار مع الدكتور اختار قبل الدكتور يعني اختار الاتنين سوا تخش الجهاز بس برضو السؤال اللي جاي هل يوجد نوعات من المرضى تسؤال واللي هقوله ده هل ده عبد او اسود او رمادي اشتراك مريض في الخطة العلاجية المريض يحط منخيره في الخطة العلاجية يقول مثلا ان الدكتور لا انا عايز اعمل كزا قبل كزا او عملي كزا وبلاش كزا هل ده مريض موجود اولا او لا اعتقد انه موجود وكتير مش قليلين بس هل الطريقة دي هل تدخل المريض طبعا عبد او اسود او رمادي انا استبعد لابد لا بالنسبة لي اسود التدخل اسود التدخل لكن اشراكوا في الخطة العلاجية ده ابيض اشراكوا يعني اشراكوا مش هيا باخد رأيه اشراكوا اننا بفهموا التفين هنا ليه دورين والدور الاول ان هو يبدأ يستوعب ليه احنا هنعمل الخطوة الفلونية قبل الخطوة الفلونية ده مهم قوي الحاجة التانية ده education انت دورك كدكتور انك برضو تعلم الحالة حيكا انا ما ينفعش مسلا عمل لك الكراون قبل علاج العصب علشان الخاطر دي ترتيب معين ما ينفعش عمل لك تجميل وانت عندك التهب في اللسة لان بعد كده اللسة هتعمل مشاكل فهتبه ووزلك التركيبات هنا انت بتشركه في الخطة العلاجية مش بتخليها اشترك معك في فرق ما بين اشراكوا اشراكوا يعني تعلموا وتعرفوا تقولوا والله احنا هنعمل كزا قبل كزا وهنا الدواعي الطبية بتقول لا انا لازم اعمل علاج اللسة الاول لا لازم اعمل علاج العصب الاول لا هنا ممكن اعمل تقويم الاول هنا يبقى فاهم الخطة العلاجية ازاي في نفس الوقت اشراكوا في الخطة العلاجية ده تعليم دي انا ممكن يبقى بعد كده هو لما اروح لدبطور تاني يقول له كده مجرد ان هو بقى فاهم هيبقى مريح للتعامل مع الطبيب الاخر طب هذهب يعني واضح بقى انك انت اللون الرماضي ما بتحبوش يعني يعني باين كده جدا حتى انا مشوفتلكش انا بنجر حط رماضي يعني فالرماضي عندك في طب الاسنان مش موجود لغاية دلوقتي حتى في الحلقات اللي فاتت كلها لبيض ياسوي يعني يعني ساعات اللي هو ما دي بنستخدمه مع العيان اكتر لان هو بيبقى سنة مظلوم او ما عندوش معلومات لكن انت طبيب عندك معلومات وعندك اه انا في حلقات كنت سودة خالف اه حلقات دي ده خالف حتى لو حسب السؤال على فكرة ما هو السؤال لو تساغل بالعكس يعني لو تساغل السؤال يعني اقصد اقول انت محدد يعني الرماضي في مجال طب الاسنان مسحته معيلة جدا باختباء الطب البشري الرماضي لول موجود وقوي احنا عندنا يعني اه فكرة القبضة والاسود هتحسها حتى في فكرة ان احنا ليه بنعمل فريق بنسميه انتخب العالم لطب الاسنان ليه لانه مختار بدقة جدا بيقعدوا مع بعض يتناقشوا في الحالة هنعمل كزا ونعمل كزا ده مش معناه ان نسبة النجاح 100% فيش حاجة في العالم نسبة النجاح المية في المية بس في حاجة ان انت عملت اللي عليك 100% ده المهم انك تعمل اللي عليك 100% وصلن ان انت عملت الفوتوكول بتاعك 100% الباقي بقى بتعرب بنا اول حاجات مشاكل حصلت العانة تسبب فيها لكن ما تجيش تقولي اه مشكلة انا شايف انها ميز دياجنوزيس خلاص دي غلط عندك يعني دي مشكلة عندك بتشتغل كل حاجة دي مشكلة عندك بتشتغل من غير ما بتعمل زراعة مغير كنبين ده مشكلة عندك يعني دي مشاكل انت بتقترفها مش ما قدرش اقولك ان انت كده رمادي لأ حضرتك غلطان اللي عمل كده غلطان حضرتك بتكلم اللي عمل انا بجيش دعوة دي غير الالوان يعني يعني الالوان انت محدد لحد كبير هنا الطبيب الذي يقوم بعلاج عصب بدون تنظيف لخلوات العصب انا معرفش مين اللي هيمسكوا بهز الجورم مين اللي هيعرف انه ما عملش كده هتعرف ولا مش هتعرف هل ده متهم ام جن يا بريق طبعا جاني طبعا جاني اي حاجة ايساسا فكرة علاج العصب مبنية على التنظيف الكامل لخلوات العصب تعرف منين اا مثلا كيس جاية تصورت كون بيم وسايب كنال كاملة يعني مثلا احنا عندنا اا ودي حاجة بقى موجودة جدا كل الناس معظم الدكاترة تعتقد معادة طبعا الاخصيين في علاج العصب والشغل على العصب كتير يعتقدوا ان الاسنان الامامية السفلية يعني انها قناة واحدة على فكرة حالات كتير قوي ببقى خناتين هو لا خناة فاشتغل فيها وخلص خلاص احنا ببقى كتير ببقى فيها خناتين السنان اهو متخامل السنان عشان صغيرة ورفيعة فهي خلاص اقناة واحدة لا الاسنان الامامية السفلية احيانا كتير جدا happen فيها خناتين من اللي كان يحميل انه من هذا الموطق؟ ااااا يحميك ايه يحميك؟ يعني من التكنولوجيا اللي ممكن تحميل من الغلطة دي 3D 3D بين انت شايف قناتين قدامك ويشايفهم هم اكامل خناتين فاتحين مع بعض من الاول وقفلين لتحت و اللهم اتنين في واحد يعني انت قدامك خريطة شايفت بعين ا겠어요 الكون دي من الاشاعة والثلاثية الابعاد خلاص خلتك بتشوف ما بعدش تستمتش ايه مفيش حاجة انت بتتخيلها حيك انت شايف قنوات بتشتغل عليها اه تاني حاجة سبكون فاهم كونسة علاجة العصب ايه علاجة العرب هو ازالة كل الانسجة الحية او المهيتة في القناة بالكامل وبعد كده تطهير القناة وبعد كده بتطهر ببروتوكول معين اه الرجيشن يعني بغسول معين وبعد كده بنقفلها بالحشوات اللي هي الثلاثية الابعاد حشو علاجة العصب ثلاثية الابعاد اللي هو الانجيكشن تمام كده انت عملت سيل يعني انت ازالت كل الانسج طهرت القناة وتطهير القناة ده مهم جدا جدا يعني مش ازالة الانسج بس كويس عايقوا انت بتشيل الانسج انت بتدخل بكتيريا جوة الكنال وبتدخل بكتيريا تحت الكنال لا بعد ما بتزيل وتتأكد من ازالة قنوات الانسجة في قنوات علاج العصب بالكامل انت بتطهرها وبانطهرها هنا عندنا البروتوكول العادي وبنستعين معاه احيانا بالليزر وده موجود معانا تمام وبعدها السيل السيل يعني انت مبتديش فرصة بقى ان يبقى فيه فويدز او تسيب اي حاجات بكتيريا تعيش فيها وهو البكتيريا بتعيش في اماكن انت حك لما بتقفل قنوات العصب بالكامل مش هتلاقى البكتيريا ما كانت عيش فيها هتعيش في انت مش لقى ما كانت عيش فيه فانت كده عملت علاج عصب نجح ما بتعملش البروتوكول ده بانت حك بتعمل علاج عصب اصلا غلط فلما بعملش كده جاني اوكي محنا سعب اذا برضو كنت حاكم بالجناية على كل اسئلتك كل اسئلتك الفقرة الثالثة السؤال الجاية مهم جدا عندما يتحدث البعض عن الاشعة المقطعية وعلاقتها بعلاج الجزور ويقول انه لا مش لازم يتعمل اشعة مقطعية قبل علاج الجزور ليه يعني هل هذا الحوار او هذه الجملة شكة او وهم او يقين لا اا وهم طبعا وهم اا طبعا خلاص عهاك عندك بقولك عندك الجهاز اللي هيوريك عندك كم كنال انت عشت طول عمرك بتشتغل في درس فيه مثلا خمسة كنال بتقفلي منهم ثلاثة ومتخيل ان انت كده شوتر تمام ويجب عكده الكيس طبوز وفاجأ ان فيه قنوات ما اتعملتش بحيك عندك الصورة اللي هيوريك فيه كم كنال بتستغنى عنها ليه يعني ايه الفكرة مربنا اديك حاجة يعني تساعدك استعملها على طول طبعا فلا اا لازم استقل يعني مهمة جدا 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 كان حوارنا واضح فعلا فيه ان انت معندكش الطريق التالت مفيش البديل التالت يعني هو لا بير لا سود لا وهم يقين لجاني لا بريء المتهم عنده غير موجود والرماضي لا تحبزه واضح كمان ان الشخوك عندكم في طب الاسنان ببقاش لها مكان فما بقيتش اولي لا ده انا مفيش ولا شك تقريبا لكن اعتقد في اللقاءتنا القادمة سيكون الكثير جدا من الاطموحات موجودة في هذه الحوارات المثيرة الغير نورتنا وكالعادة طب الاسنان مثير جدا ويبدو ان التكنولوجيا رغم قوتها ورغم صعودها المزهل في الفترة الماضية الى انه اثارت جدا رغم لمستقدم التكنولوجيا هم نفسهم الذين تحمسوا لها جدا لانهم الان هم نفسهم الذين يقولون انها تأتي في المرتبة الثانية بعد مهارة الطبيب ولكن عندما يقولون ذلك يدفعون عنها باستماتة واضحة استماتة الفاهم لدورها ولقيمتها ولاجادتها ولعلوم ونسب النجاح المرتبطة بها ولكن ايضا فاهم جدا لانه كل ده بدون مهار طبيب يساوي السيارة الفراري بدون قائد مهارة خليجوا لايمة معنا سحبه وشينا تصلب شرايين لو جيه في شرايين القلب مثلا يعمل سبحة صدرية سبحة صدرية يعني ألم ألم في السدر ألم بيجي في نص السدر بالظبط برضو الألم عندنا لو مليون تفسير قبل بروح للدكتور عندي برد في سدري ده يمكن نمت ما تغططش كويس عاصلنا اخدت دوشي وطلعت في الهواء الهواء عمالي ألم في سدري مش يمكن روماتيزم يا سيدي متروح للدكتور اكشف هيقولك إذا كان ده التهاب في العضلات التهاب روماتيزمي ولا حاجة خطيرة جدا اسمها زبحة صدرية ترجمة نانسي قنقر